تربية الإيجابية تربية الإيجابية بقى لأن بقى فيه طرق واختلافات غريبة في طرق العقاب دلوقتي عن زمان يعني كنا زمان بالربي وبنعاقل معروف التربية ومعروف العقاب لكن بقى زي ما كل حاجة تغيرت في الفترة الأخيرة سمعنا عن أبحاث ودراسات كتير بتتكلم عن التربية الإيجابية وبرامج وفيديوهات وسوشيال ميديا هنا وسوشيال ميديا هنا وناس غريبة وناس جديدة وبتتكلم على مفهوم جديد في التربية طيب هو فيه مفاهيم يا جماعة جديدة في التربية يعني التربية اللي احنا تربيناها زمان دي صح ولا غالط ما أنا عايز أعرف بقى يعني اللي فات ده كان حمادة واللي جاي حمادة تاني برضو هنفهم طيب الأم لما كان ابنها بيغلط ولا بنتها بتغلط كان بيتضرب طلع ده نفسيا غالط طيب فيه ناس كتير دلوقتي أنا وانتي وانت وكل اللي بتفرج عليه ناس عندها لبس أصلا في مفهوم كلمة تربية إيجابية هو أصلا يعني إيه يعني إيه تربية إيجابية طيب هي إيه طيب القواعد مع كل حاجة في الدنيا لها قواعد يعني التابلت ده دلوقتي اللي في إيدي ليه قواعد أفتحه إزاي وقفله إزاي وقرأ إزاي كل حاجة في الحياة التليفون ليه قواعد إحنا جسمنا ليه صوفت وير ماشي عليه لما حاجة بتزيد بتبقى مشكلة ولما حاجة بتقلب ناعية وبتبقى مشكلة طيب بقى بالنسبة للتربية القواعد اللي المفروض الأب والأم يعملوها عشان يكونوا بيربوا يا أزادزة حاضر عشان نكون من ربي بشكل إيجابي الموضوع بسيط ولا معقد الموضوع بسيط ولا محتاج دلوقتي اللي ربي ياخد كرسات ودراسات ولازم يفهم يعني إيه تربية ولازم يتعلم علام يعني يروح ياخد كرسات ودراسات يعني يدرس يعني إيه تربية أسئلة كتير قوي أنا ذات نفسي هبقى عايزة معيك وأعرف إجابتها وأسئلة محيراني وحاجات غريبة يعني مثلا جات لنا أسئلة كتير جدا في الفترة اللي فاتت لأن احنا اتكلمنا وقلنا وأعلننا على الصفحة نحنا نتكلم عن التربية فأنا عارفة أنا كإيمان عارفة اللي الأمهات بتمر بيه بما إنه أم برضو فجات لنا مشاكل جدا مثلا أقولوكو على شوية مشاكل عشان تبقوا معايا في الحلقة يعني الناس اللي بتلمس معاها المشاكل دي أنا متأكدة أن هم مش هيفوتوا دقيقة من الحلقة أول مشكلة ودي مشاكل ناس كتير جدا خليني مرغيش كتير أول مشكلة معايا أم بتشتكي أني بنتها في سن مراهقة 16 سنة غالبا ومتعرفة على شاب مرتبطة يعني بشاب من وراها والشاب ده بتقولي يا إيمان أولا اجتماعيا أقل ودون المستوى وغالبا أنا شك أن يكون بيشرب مخدرات ابتدى يعلمها الكذب ابتدى يعلمها مصطلحات في طريقة الكلام ابتدت تعلي صوتها علي ابتدت كل ما جي أنصحها فبلاقيها بتزعق وطريقتها دي مش بنتي إيمان أعمل إيه بنتي بتضيع مني فدي مشكلة ودي مشكلة بيوت كتير قوي سن المراهقة والارتباط العاطفي أضرب عاقب إزاي ما نزلهاش من البيت خالص ما ودهاش الجامعة ولا المدرسة إيه لأن فيه بتترد بيجي لها اكتئاب بتفكر في الانتحار بتحس إن أمها دي أسوأ شخصية في الحياة وتلاقيها بتكره الأم جد أنا معيك في الحالة دي وهنتكلم فيها في أول حالة مشكلة تانية جات لي ابني عنده تسع سنين إيمان بيجدب طول الوقت ابني عنده مشكلة في الكذب وأنا طول الوقت بعرف إنه كذبه بكشف كذبه عقبته كتير طول الوقت كل ما بعقبه بيعاية كتير بيحبس نفسه في القوضة كتير لا بيبقى عايز يأكل ولا عايز يقعد يتكلم معنا وتول الوقت بحس إنه نيه مش طيقانة هي حالة الكراهية دي هنتكلم فيها النهاردة برضو في الحلقة طيب مشكلة تالتة أم بقى تالي بتقول لي ابني يعتبر من الطفل يتقال عليه طفل زاكي جدا ومطلع على السوشيال ميديا بشكل مخيف عمره تسع سنين مش مقتنع بأي حاجة بيشوفها حواليه في البيت إحنا طول الوقت موضة قديمة إحنا طول الوقت إنتم مش فاهمين حاجة إحنا طول الوقت بنتقارن باللي بيشوفه على السوشيال ميديا يعني الولد تسع سنين حياته كلها بيقسها من التليفون أو الطابلت أو اللي في إيده طيب أنا إزاي أدخل أنا نفسي كأب وأم جوه بقى السوشيال ميديا دي أو جوه الجهاز اللي في إيده ده عشان يبتدي يقتنع بي وأخد ودي معه إزاي برضو دي مشكلة كبيرة جدا لأن كل دلوقتي معظم الشباب وسن المراهقة والأطفال حياتهم بيقيموها بهذا الجهاز الخطير اللي بيبقى عليه السوشيال ميديا لو أنا ما عنديش فولورز ومتابعين وأنا وأنا مش ناشط على السوشيال ميديا أما أنا مش مرغوب فيها وعدم الرغبة دي بتنعكس بقى على أهلي في البيت إنها بقى مش طائق نفسي مكتائب بيبانى علي لو الأم تكلمته أي كلمة تلاقيها بتعيط أو بيعيط فيه كده إيه استصارة للمشاعر طول الوقت تيجي تكلموا عيالكو لا طيقينكو ولا طيقين كلمة منكو ولا طيقين يسمعوا ومجرد من قبل ما تخلصي كلامك هم أصلاً مستمعين هنا بقى المشكلة مش بقى يعني إحنا هنفهم يعني إيه تربية إيجابية لكن هي مش قصة إن إحنا هنتكلم في معادلات ولوجريتمات لا أنا معاكو إيمان كأم طب نعمل إيه في الهم اللي إحنا شايفينه ده دلوقت الكلام لمحوق ولا عقاب بيحوق صح ولا ضرب ينفع وهل ينفع أضرب في الزمن ده يعني عادي زمان إحنا كنا بنتضرب على فكرة وفي نفس الوقت بعد الضرب فيه تجاهل فيه حاجة بتقول لي أنت غلطتي فكت أستنى الأيام عشان العقاب يخلص عشان أمي ترجع تاني تدخلي كده الصندوشيات وهي بتضحك وتسألني أنت عملت إيه في المدرسة يعني كان العقاب يضايقنا كان العقاب يوجعنا فليه العقاب ما بقاش يعمل نتيجة مع الجيل ده فيه إيه غلط الغلط فينا ولا الغلط في ولادنا ولا في السوشيال ميديا ولا في إيه هنعرف النهار ده إحنا رحيم في أني اتجاه والربي صح إزاي هيكون معانا في الستوديو منوارنا استشاري العلاقات الأسرية الدكتور يحيى فؤاد لكن يعني نطلع في واصل سريع ونستقبل ضيفنا في الستوديو ترجمة نانسي قنقر